حياة وانا قاعد بتفرج على زيارة الكابتل الخطيب لمستشفى القلب في أسوان والله بجد وانت قاعد بتتفرج أو بتشوف على سوشال ميديا في أي مكان حاجة بتتفرج عليها لهذا الأمر بص التاقة الإيجابية من هذا المقابلة المشهد الرائع ما بين السير مجدي عقوب وكابتل محمود الخطيب طاقة إيجابية كبيرة جدا جدا وحاجة محترمة جدا جدا أستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الدكتور محمد شوقي عدو مجلس الإدارة ومحافظ الأسوان ايه الجمال والحلاوة دي يعني اللواء الشفاطية طبعا محافظ أسوان يعني حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة جدا وتبقى سعيد وانت واقف بتتفرج على هذه القامات الكبيرة جدا واللي بتعمله يعني كل مصر قدام حضراتكم ايه رموز كل واحد في مجاله سواء السير مجدي عقوب كابتل محمود كل الناس اللي موجود ايه الجمال ده وايه الحلاوة دي وايه التقى الإيجابية والرسالة الإيجابية اللي تطلع من أسوان تروح لكل مصر تشوفها تقول يا جماعة هو ده عنوان الرياضة في حاجة اسمها المسئولية المجتمعية تطبقها الفعلي اللي حضرتك شايفوا على الشاشة ده رئيس النادي الأهلي ونائب رئيس النادي الأهلي وعضوا مجلس إدارة موجودين في مركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان لما اجا اتكلم بقى عن مجدي يعقوب حاجة كده يعني الواحد مش عالف يقول ايه والله بجد الواحد نفسه يوم من الأيام أنا نفسي أنا ما قابلتش هذا الرجل ولكن نفسي في يوم من الأيام أن أنا أقابل هذا الرجل المحترم كابتل محمود الخطيبة هو زي ما حضراتكم شايفين بيهدي درع وعلم النادي لدكتور مجدي يعقوب وكالعادة هذه الصورة الرائعة والمحترمة والجميلة اللي بنشوفها كل الناس مبسوطة بوجود دكتور مجدي يعقوب مبسوطة بوجود الكابتل محمود مبسوطة بوجود نائب رئيس النادي الأهلي الأستاذ العمري فاروق ودكتور محمد شوقي طاقة إيجابية كبيرة جدا 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 تشوفها من خلال هذه الزيارة مبسوطة بوجود نائب رئيس النادي